إما الحريات أو الأمن هذا ما يحاول نائب حزب الله حسن فضل الله إهم اللبنانيين أن المؤسسات الأمنية وعلى رأسها شعبة المعلومات تحاول القيام به نائب حزب الله الذي وبطواطئ من وزير الاتصالات خرق كل القوانين المرعية الإجراء حين سمح وغطى مد حزب الله لشبكة تنصطه واتصالاته غير الشرعية بموازات شبكة أوجيرو اليوم ينادون بالقانون والأمن والحريات الحريات في التعتيم على الحوادث الأمنية في جمهورية الضاحية والحريات في إعطاء أحكام مخففة لعملاء إسرائيل وكأن الاستخفاف بعقول اللبنانيين أصبح السمة الأبرز لحكومة يضبط حزب الله إقاعها اللي صار أنه لجنة اتصالات جماعتنا ب17 شهر وصار في حديث بهذا الموضوع وتمنوا منه النواب أنه نحمل حريات أكتر منه ومن وزير الداخلية صار على نتيجة هذا الحديث صار فيه تمنى لوزارة الداخلية أنه تحصر الطلبات بالحالات الملحة وبالخطورة على أمن الدولي وما يزيد طين حكومة دفن الرأس في الرمال بله هو أن وزير الداخلية المولج أمن كل اللبنانيين حجب دات المعلومات عن جهاز أمني مشهود له توقيف أكبر عدد لشبكات التجسس في مدة زمنية قصيرة جدا كما هو مشهود له توقيف الشبكات الإرهابية في وقت قياسي يعني مش معناتها أنه إذا أخذنا الداتا معناتها ما بقى فيه جرائم في لبنان أو ما بقى يصير فيه عملية فإذا ما بنا نحمل وزير الاتصالات أكتر ما بيحمل لا أعتقد أنه مثل معالي الوزير يمكن أن يتحمل أي مسؤولية أمنية عن أي حادث في لبنان المسؤولية الأمنية تقع على الجهات المختصة هناك أمران أساسيان يهمان الشعب اللبناني الأمر الأول هو الحرية التي نعتبرها مقدسة في لبنان حرية المواطنين حرية السياسيين حرية وخصوصية كل مواطن لبناني وأيضا هناك الموضوع الأمني الذي يحتاجه الأمن في لبنان من خلال الاتصالات يمكن تأمينه من خلال القانون لا نريد لأحد أن يضع اللبنانيين أمام خيارين إما الحرية أو الأمن بعد كل هذا يصبح من السهل فهم ما يحاول حزب الله عبر وزرائه وحلفائه في الحكومة فعلها وضع اليد بالكامل على غرفة التحكم والتنصط لأسباب عدة أهمها السيطرة التامة على كمية ونوعية المعلومات التي تذهب إلى الأجهزة الأمنية وتوقيت إعطاء هذه المعلومات